كما قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنية إلى قداسة البابا تودرس ثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية خلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية هي كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا تودرس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري كما أنه مشهود له بمواقفه الوطنية مؤكدا أن المناسبات الدينية تعد فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد وهي دليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية دعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه أعرب البابا تودرس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن